السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في قناة كورشي يوتيوب مع سهام البنهاوي. النهاردة هنعمل هاف بوت او بوت. طبعا ارتفاع الرقبة انت اللي بتحكمي فيه. وشرحنا في الفيديو اللي قبل ده طريقة عمل الناع. ازاي نقسم الغرز بتاعتنا. واللي اول مرة تشوف اعمالي ما تنسيش تدوسي على الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو. وتدوسي على الجرس عشان يوصلك كل جديد. وما تنسيش لايك. ونتابع مع بعض الخطوات والادوات. الادوات اللي احنا نستخدمها نستخدم خطة اليزا بيركم كلاسيك. وهنستخدم معي ابر رقم تلاتة ونوص. والمقص وابرة التنظيف والماركر. وده النعل اللي احنا عملناه الفيديو اللي فات. ده اللي هنشتغل عليه. احنا الفيديو بتاع النعل احنا قلنا ان احنا بنعلم ما بين كل آآ سقب والتاني ما بينهم سنتي بالزبط. وبعد كده بنروح جايبين الابرة بتاعتنا. وضغطين بحيث ان احنا نعلم على النعل اللي تحته. بحيث ان الاتنين يبقوا قد بعض بالزبط. عدد الفتحات بتبقى قد بعضها بالزبط. بعد كده بنعمل النعل بالشكل ده. بحيث ان ده بيبقى الضهر. وده هيبقى الضهر التاني للنعل التاني. بحيث ان الرجل تبقى على وضع الوضع ده بالزبط. زي ما احنا شايفين كده. لان احنا لو اشتغلنا على النعل بالشكل ده هيبقى مقلوب. مش هيمشي مع القدم. فنخلي بالنا كويس جدا من الوضع. وضع النعل. يبقى الاتنين عكس بعض. احنا كده حضرنا النعل بتاعنا. ده كده الضهر. هشتغل بالشكل ده. ده كده بطن القدم. اللي هو بيتجمع عليه الجناب بتاعته. فهاجي من هنا عند البداية بتاعتنا من النعل. عند الكعب كده. وهسحب الخيط. وهاخد سلسلة. واحدة بس. وفي نفس المكان اللي انا اخدت فيه سلسلة هياخد غرزة حشو. وهشتغل في كل غرزة. غرزة حشو واحدة. في كل غرزة في كل سلسلة هياخد غرزة حشو واحدة. يبقى ده الضهر اللي انا بشتغل عليه وده بطن اللابوت. هشتغل في كل سلسلة غرزة حشو واحدة. اكمل وارجع لكم. وصلنا عندي اخر غرزة. طبعا انا حطيت ماركر في اول غرزة عندي. اخر غرزة هياخد غرزة حشو. يبقى كده اخدنا غرزة حشو في كل غرزة احنا اشتغلناها. بعد كده هاجي في اول غرزة انا اشتغلتها. وهاخد غرزة حشو لان هشتغل شغل داير ما يدور. هشتغل غرزة حشو. مش هشتغل منزلقة. علشان آآ منظر البوت من ورا ما يبقاش شكله مش ظريف. انا اشتغلت هنا غرز حشو تحت بعض او فوق بعض ازا ما احنا شايفين كده. ما فيش منزلقة. عشان يبقى الشكل جميل. بعد كده هنشتغل غرزة حشو. داير ما يدور فوق كل غرزة. بتشتغل غرزة. فوق كل غرزة. حشو فوق كل غرزة حشو. بتشتغل داير ما يدور. ما فيش اي تزايد في السطور اللي احنا بنعملها غرزة حشو. فوق كل غرزة حشو. هنشتغل اربع ادوار. احنا كده عملنا دور واحنا بنشتغل في التانية اهو. هنشتغل كمان دورين. يبقى المجموعة اربعة دوار غرز حشو. انا كده عملت اربعة دوار. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة. اربعة دوار. وهنا حددت مكان للغرز اللي انا هنعملها في النص. عملت اه حددت تمن غرز. ادي كده اول غرزة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. بحددها ازاي? باجي هنا عند المركز بتاع الغرزة. وااجي هنا احدد اتي كده غرزة. كده اللي في النص. يبقى واحد اتنين تلاتة اربعة. تمام? وعد تاني واحد اتنين تلاتة اربعة. كده احددت اه تمن غرز في وش البوت. هنا بالضبط الجزء ده. هنبتدي بعد كده السطر الخامس. هشتغل برضو حشو. لغاية ما اوصل عند المركر. غرزة فوق كل غرزة. غرزة حشو فوق كل غرزة حشو. لغاية ما اوصل عند المركر. وصلت عند المركر. هذه الغرزة اللي فيها المركر. وهسيب غرزة اتنين. هسيب غرزتين قبل المركر. وهشيل المركر عشان اشتغل في الغرزة. دي. هشتغل عمود بلف. يبقى سيبت غرزتين. واشتغلت في الثالثة عمود بلف. يبقى كده اول عمود. الثاني عمود. الثالث. الرابع. الخامس. السادس. السابع. الثامن. هكده اشتغلت ثمن عمود بلف. بعد كده اسيب غرزتين واحد اتنين وادخل في الثالثة ااخد حشو. اشتغل حشو لغاية اخر البوت عند الكعب. اشتغل حشو لغاية هنا وبعدين ابتديه بالسطر السادس. حشو برضو. لغاية ما وصل عند العمود. حشو فوق كل حشو. حشو فوق كل حشو. بالشكل ده. اشتغلت حشو وخلصت السطر الخامس وبدأت في السطر السادس غرز حشو برضو. دلوقتي انا سبت غرزتين. غرزتين قبل العواميد. غرزتين. وهشتغل فوق العمود عمود. فوق العمود. هشتغل عمود. هدي اول عمود. اشتغلع نشخPS الروب الهميز استهده 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 الثامن بالشكل ده وهسيب غرزة الثانية وهدخل في الثالثة ايه اخد حشو بقت معي بالشكل ده هنشتغل برضو غرزة حشو لغاية ما نوصل هنشتغل غرزة حشو داير ميدور لغاية ما نوصل عند العواميد بتاعتنا اشتغلت داير ميدور غرزة حشو لغاية ما وصلت للسطر اللي بعده وحشو برضو دلوقتي هنسيب غرزتين قبل العواميد هنسيب غرزتين حشو هنشتغل في الثالثة عمود بلفة واحد اول غرزة الثانية الثالثة الرابعة الخمسة الستة السبعة الثامنة الثامنة لبقى كده ثمن غرز عمود بلفة بعد كده هنسيب غرزتين حشو واحد اتنين زي ما هنشتغل كده غرزة حشو ادي واحد اتنين وهدخل في الثالثة اخد حشو حشو وهشتغل حشو لغاية ما اوصل عند العواميد مرة تانية ده شغلي في البوت هشتغل حشو وارجع اشتغل ثمن عواميد واسيب غرزتين حشو على يمين وغرزتين حشو على الشمال وهكذا اكرر لغاية ما اوصل عند الدور اللي هو عند الرقبة هسيب مكان هسيب مكان لفتحة رقبة الرجل وهشتغل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع عشر احداشر اتناشر اتناشر هشتغل اتناشر دور زي ما احنا شايفين كده اتناشر دور ثمن عواميد في وش اللالبوت يبقى كده معانا زي ما احنا شايفين انا كده عملت احداشر دور واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع عشر احداشر هنعمل كمان دور مع بعض هنشتغل حشو في كل جرزة الغاتمانية وصلها عند العواميد وصلت عند العواميد وسبت غرزتين حشو زي ما احنا شايفين واحد اتنين سبنا غرزتين وهندخل في العمود وهناخد عمود تاني عمود التالت الرابع الخامس السادس السادس السابع الثامن كده عندي تمن عواميد بعدهم طبعا في كل دور علشان ما اطلق بطش واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية واسيب غرزة الثانية وادخل في الثالثة اعمل حشو بالشكل ده واشتغل حشو في كل غرزة طبعا نهايتي وبداية هي عند الكعب في المكان ده انا معلمة هنا عند الماركر يبقى انا هنهي في الجزء ده غرز الحشو طبعا ممكن تحطي فرشة فرشة في المكان من تحت بحيس ان نغطي الغرز بتاعتنا يتبقى بالشكل ده طبعا لو انت حابة تحطيها ما فيش اي مشكلة تبقى بالشكل ده وصلت عند النهاية نهاية السطر اخذ منزلقة منزلقة وارتفع ثلاث تلاسل واحد اتنين ثلاثة واخد عمود في الغرزة اللي بعدها عمود واخد سلسلة مسافة واسيب غرزة من تحت غرزة حشو وادخل في اللي بعدها اخد عمود اللي بعدها عمود واخد سلسلة واسيب غرزة وادخل في اللي بعدها اخد عمود واللي بعدها كمان عمود واخد سلسلة يبقى عمودين 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 سلسلة. عمودين سلسلة. وبسيب حشو من تحت. يبقى تحت السلسلة. بسيب حشو. اكرر كمان مرة. اسيب غرزة. وادخل في اللي بعدها عمود. اللي بعدها كمان عمود. واخد سلسلة. واسيب حشو من تحت. واكرر لغاية ما اخلص. ووصل لنهاية السطر. تبقى معايا بالشكل ده. عمودين. واخد سلسلة. ودحت حشو. اوضح عندي العواميد. انا هنا سبت غرزة حشو ودخلت في اول عمودين خد عمودين. وخدت سلسلة. وهسيب عمود. وادخل في اللي بعده. عمود. اللي بعده كمان عمود. واخد سلسلة. واسيب من تحت غرزة. وادخل في اللي بعدها عمود. اللي بعدها كمان عمود. واخد سلسلة. واسيب غرزة من تحت وادخل في اللي بعدها عمود. واكمل لنهاية السطر. زي ما احنا شايفين كده. اخر غرزتين عمود. وبعدين هياخد سلسلة. واقفل في تالت سلسلة. واحد بتبقى مقفولة شوية. هياخد منزلقة. وهياخد منزلقة تاني. علشان اوصل عند الفراغ اللي احنا عملناه في السلسلة. اللي هو الفراغ اللي كونته السلسلة. وهارتفع واحد اتنين تلاتة. وهياخد عمود كمان. وبعدين ااخد سلسلة مسافة. واجي في الفراغ اللي كونته السلسلة. هك اعمل كمان عمود. عمود كمان. يبقى اتنين عمود في نفس المكان. والسلسلة. وهاجي في الفراغ اللي بعده. هعمل عمود. عمود. وبعدين السلسلة. واكرر في كل فراغ اعمل اتنين عمود. في كل فراغ اعمل اتنين عمود. بعد الاتنين عمود اعمل سلسلة. بالشكل ده. انا قفلت السطر ودخلت منزلقة في منزلقة لغاية لما وصلت عند الفراغ. وارتفعت ثلاث سلاسل. وهعمل عمود جنب الثلاث سلاسل. وبعدين سلسلة. واجه في الفراغ. واعمل اثنين عمود. واحد. اثنين. وسلسلة. واجه في الفراغ اللي بعده. اثنين عمود. واحد. اثنين. وبعدين سلسلة. وكذا لاخر السطر. زي ما احنا شايفين كده. هنشتغل كم سطر? هنشتغل واحد. اثنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. هنشتغل ست ادوار. عمودين سلسلة. عمودين سلسلة. زي ما احنا شايفين. انا كده خلصت السطر. وخدت منزلقة وارتفعت ثلاث سلاسل. واشتغل في نفس المكان عمود. كمان عمود. واجي هنا في الفراغ. اشتغل منزلقة. وارتفع واحد اثنين ثلاثة. وفي نفس المكان. عمود. كمان عمود. واجي في الفراغ واخد منزلقة. واحد اثنين ثلاثة. عمود. كمان عمود. واجي هنا في الفراغ واخد منزلقة. الشكل ده. كمان مرة. واحد اثنين ثلاثة. واجي هنا في اول ورزة عندي. علشان ما اعملش في فراغ العمود. اجي هنا. واياخد عمود. كمان عمود. واجي هنا في الفراغ واخد منزلقة. وارتفع واحد اثنين ثلاثة. واشتغل في المكان ده. عمود. كمان عمود. واجي هنا في الفراغ اللي كونته استلسلة واخد منزلقة. واكرر لغاية اخر السطر. وصلت عند نهاية السطر. واقفل بمنزلقة في اول او اول غرزة احنا اشتغلنا فيها. وبعدين هناخد تلسلة الامان. وهنقص الخيط بتاعنا. طبعا بننظف الخيط من جوة. من جوة البوت. زي ما احنا شايفين كده احنا خلصنا ونظفنا الخيط كلها من الداخل. وبكده بيكون البوت خلص معنا. والاول مرة تشوف اعمالي ما تنسيش تدوسي على الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو. وتدوسي على الجرس عشان يوصلك كل جديد. وما تنسيش لايك. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.